السلام لبنات اصباح خير عليكم ان شاء الله تكونوا كامل بخير جيتكم في وصفة جديدة وصفة سابلي بريستيج بكريمة الشامية وصفة بزدف بنينا وسهلة درت لكم بنوعين درت لكم هذا المول سيليكون اللي مول فنخدمه معكم ودرت لكم يعني عادي سابلي عادي تحشيوه بهذه الكريمة مول السيليكون تستعمل هذا المول ماهوش لازم يعني نتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفة اللي هنا كما اقول فيه دايما نبدأ لكم بهكذا بمقطع تشوفوا كيف يجاء شوفوا هذا السابلي يجي ذوب في الفم وهذه الكريمة شوفوا الله يبارك الطبقة تحك فيش جي جي بنينا وجي بينا جي تتخف المهم اللي هنا لبنات وقبل ما نبدأ الوصفة لبنات ما تنسوش الاشتراك تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد وجامل فيديو ونروحوا للوصفة وش عندي هنا عندي 100 قرام مارغارين مقطعة لازم تكون بحرارة الغرفة عندي ثثم غارف كبار سكر غلاسي عندي سافر بيضاء وعندي زوج مغارف زيت وعندي فاني نخلطها مع بعض مريح مريح من بعدا نزيد كاس مكسرات حوالي 70 قرام يكونوا مقليين ومرحيين ما يكونوا مرحيين بودر يعني ما يكونوا ناعمين مرة يكونوا متوسطين نخلط هذه المكسرات مع المكونات اللونين احتني تجانسوا وتتخلط النا وضرقان نريد ونروحوا للمرحلة ثانية نزيد الفارينة ورشة خميرة هذا هو الشعر في هذه المرحلة هذه باش نديروا بها القاعدة المولتعنا وفي نفس الوقت سنضروا بها سابلي عادي هاكذا مشي لازم تخلطوا بالباتورة تقدروا تستعملوا بيدكم عادي ضرقان نحيوة وضرقان نروحوا نجلب الفارينة الهنا نبدأ ونضروا الفارينة حتى تتشكل معنا نزيد غرب شوية بشوي احتنا هاي رشة بركة لبنات عخميرة كيميائية نبدأ ونلموها بشوية من يبسوش العجينة يخي دايما نقولكم عجينة السابلي باش تجيكم مطرية مت يبسوا لهاش عجينتها ومتى عجنوهاش اللمو بركة هكذا بشوية الفارينة ثانية لبنات غرب لوها هاكذا حتى نكملو كامل كمية وتسحصل عدنا عجينة طرياء نحلو العجينة نطبعوها هذا القاعدة مول السيليكون دايما نقول لكم حلوها بطابع لا يكون كبير بزيف على الحبات هنا غلطت في الطابع وحضرت هذا اللي كبير هيا نورمان مون دول واحد شوي صغير عليه بس يعني جيت تملاحة ما جيت شامتها ولا ثم تحاولوا دايما نطقسوا على مول السيليكون قبل ما تخدموا وهذي اللي اخي المرحلة دايما نعسي لكم ونقول لكم باش ما تفزدلكم ش الحبه دوروا على السا شي هكذا وهزوا عادي هذا ما كان خرجت لي هذي الكميه خرجت لي 25 حبه القاعدة اللي درتهم كقاعدة 16 حبه والباقي كملتو الشكل الثاني لذي كنا عاتلكم الطريقة هذا ما كان وهي ذوكال راح نحطه يطيب دخلتوا للفرن يكون سخون مسبقا على درجة حرارة 180 غير نشوفوها طاب ملتحتا نحيوه ونروحو ذوكال الثاني هذا الشكل الثاني عندي هذا الشكل شاوله الشكل تعدمها و لا كل واحد كيفاش يقولو حالي ترهنا فوق الساشي شوفو متنحيوش الساشي ونطبعوه من الفوق هذا هو باش يخرج لكم الشكل البومبي كما راكم تشوفو سما نديرو الساشي ونطبعوه من بعدا نواليو النحيو الساشي من الفوق وننعقبو عليه برك هكذا باش تتنحي لكم الحبه متاديوش الليو تجيبوك شغلت الطبعو برك تزوو تحطوه باش يتعينلكم برك هذك الحدود تاوه باش تقدروا تنحيوها من بعدا هاي شوفو نقلبو الساشي ونهزو الحبه تعنا عادي هاكذا شوفو كيفاش يجي الشكل بومبي وثاني البنات مترقوهش ومتخشنوهش حس المحلو العجينة تعكم متوسطة شوية متكونش خشينا بزيف متكونش هرقيقة نزيد نعود معاكم الطالقة قلت لكم فوق الساشي نطبعو هاكذا وبعدا نديرو له الحدود نهزو هذك المول تعنا ونقلبوه فوق بالحبه باش تتنحيلكم هذا مكان شوفو كيفاش هاكذا يعني فوق الساشي نحيو الساشي نعود ونطبعوه ونهزو الحبه وذوقات كيف كيف رح ندخلوه يطيب نروحو المرحلة الثانية نروحو لتعلمو السيليكون وش عندي اللهنة عندي اللهنة شوية لوز مقلي ومرحي وعندي اللهنة نصف طابلة شوكولات بيضاء حطيتها على حمام مائي ذوبتها غير ذابت نحيتها من فوق الحمام المائي زيت لها مغرفة صغيرة زيت وزيت لها مغرفة ونصف صغير من هذك اللوز اللي كنت لكم ورحيتو لا ترحي وحش نعود ببودر ومتخلي وحش اخشين يكون متوسط باش يجيناها باين في الحبه انا اللي هنة درت غير مغرفة ونصف وانتوما البنات اللي كان شفتو بلي الكميات تاكم كبيرة تقدروا تزيدو المهم عينكم ميزينكم نوزع هذي كشوكولات على الاطراف مليح مليح البنات الطبقة الاولى هي المهمة لازم تغطي ومليح هذوك الاطراف قد تغطيو هذوك الاطراف مليح بعدها قد تعودو تنحو في الحبه ما تتكسرش معاكم سما ركزو على الطبقة الاولى وركزو على الاطراف شوفو سيرتو في هذو ليمولتع سيليكون عفوا لحواشي لداخلهم مصطح اتولوهم مليح مليح وغطيوهم نديرو الطبقة الاولى من الشيكولة البيضة تانا نحطوها داخل الكونجيلاتور واحدة لخمس دقائق نعودو نخرجوها نديرو لها طبقة ثانية من الشيكولة نغطيوها ثانية مليح مليح نعادلوها مليح مليح ونقلبوها الكونجيلاتور هذا كوات نرحو نوجدو الحشو دقائنا نرحو للحشو ووش عندي في الحشو عندي مئة قرام شامية يعني حلوة الترق وزوج مغارف سكر غلاسي نحطوهم مع بعض كما هكذا نخلطوهم حتى يترحيوا مليح مليح ويتجانسوا مليح مليح باش مبعدا نستعملوها شوفو كفاش ترحي وهذيك حلوة الترق تترحي وذوكا في المرحلة الثانية ووش عندي عندي مئة وخمسين قرام مارغارين أوبلين نضرب الزبدة مليح مليح حتى تولي خفيفة ويتغير قوامها أنا لانا درت أوبلين خاطر ماهيش حلوة باش شوفوا وذوكا غير نزيدو لها هذيك الشامية جي متوازية متوازية في الحلوة مبعدا وستعملوا في كريمة الزبدة وفي حالة مبعدا تستعملوا مارغارين عادية المهم نضربوا 150 قرام مارغارين نخلطوها مليح مليح نضربو بشوية بشوية حتى تتجانس مليح مليح لانا انا عندي غرفية مكسرات يعني يديرو حوالي كاس من المكسرات كما قلت لكم يكونوا دايما مقليين مرحيين وميكونوش خشين بزيف ميكونوش رقيق يكونو متوسطين ناخد مو هذي كريمة الشامية مليح مليح ونحبسو عليها هاي اللي اهنا كيفش جايت شوفو كفش تولي بزيف خفيفة وبنينة تخاف والله هذي الكلام غير تهبل تهبل شوفو في القاعدة عندي شوية عشامية يعني حلوة الترك نديروها في القاعدة نوزعها على الحباء من بعد نولي ونجيبو هذي الكلام وستعشامية ونديروها ثاني فيها كطبقة ثانية ونوزعوها على الحواشية من خاطر هذي المول سيريكونو عندو هذي حواشية الداخل مول بومبي سمحولوا بمغرفة صغيرة هذي ونزعوها الداخل هكذا وندخلوها للكونجيلاتر ونبقونوا ليو نديرو طبقة من هذيك شوكولة سما نديرو شوكولة بيضاء باش نسكروها برك هكذا شوفو قلت لكم هذيك النص باطاة كانت منك الشوكولة شوفو هكذا نضخلها للكونجيلاتر وننشوفها حكمة راحة نجبدها وننصبح شوكولة بيضاء نضع حبة الصابلي و لا تقوم بجهة طالعة و جهة هابطة و لا تعمروا بجهة قليلا بشيكولة البيضة شوفوا هذي الكريمة دارت لي منها 16 حبة من هذا والاخرى كملت بها هذيك النوع الثاني هاكذا هاي الشيكولة البيضة هذيك اللي قلتكم سكروا هكذا برق شوية برق باش من بعدها مشايتكمش في الخدمة و تجيل حبة معدولة قد قد سمك شغول بهذه الشيكولة البيضة اعدلوها و ازعوها هكذا بموغرفة ولا ببينس ولا و كيف كيف اقلبوها للكونجيلاتور و زيت تحكم وروح هذي الشيكولة و خلاص هذا النوع اللي والساي كملناه كيف شغول بهذه الشيكولة نبودوا بند الموس عندكم تقطعوه حتى نحوة على حواشي برك ونجب دول حبة تعنا شوفوا كيفش جي جيتهبل يعني شكلا وذوقا ما حتى من هذي الكريمة بزيف بنينها يجي سخف يسخف تقدروا ديرو الشي كل الكحلة لبنات يعني لي ما تحبش البيضاء بسحنا يعني يدرس بزيف بلكحلة حبيت انبدل هذا مكان شوفوا نحي وغرب لحواشي وبشوية باش ما يتكسر لكم شوفوا نفس الوقس ما يتقطع لكم شو المول لتعكم ولا هنا كإضافة الصابلي برقع وتعقبت عليه بهذا الملمع الذهبي باش يجي أصفر ولا هنا هذا الناكري اللي دايما نستورو لكم هاو كيفية جاية البنات هذا اللي راح نبنتر به حبيت اللوز وحبيت على الجوز بسما هذي اختيارية مشي لازمة بصح لي تحبيت ديرها يعني هاني انا باش ببنترتو خاطر حضيتو في الانستغرام بزيف ساق سيوني عليه بسما انا عقبت عليه بهذا الناكري برقع الملمع الذهبي هذا على حبيت على اللوز وكيف كيف الجوز باش ندير بهم التزيين من فوق هذا مكان ويبقى اختياري التزيين البناتخي دايما نقول لكم ما تكلفوش رواحكم انظروا كنا نروحو نبدأ ونخدمو شوفو نلزقو حبيتنا بشوي شي كولا بيضاء نديرو شوية فوق هذيك القاعدة تاع الصابلي تاعنا ونلزقو هاكذا هذا مكان نكملو كامل الحبيت نحطو حبيت نحطو حبيت عمول السيليكون فوق الصابلي ونحطو حبيتنا ونجبوه ونجبوه هذك الناك خلين ونعقبو عليهم غير هكذا بصبعنا و هذك البنسو وشغول انطرشوهم اللي هنا دايما نقول لكم التزيين اختياري بسح انا يعجبني هذا التزيين هنا نشتيك يجي هكذاك بالضوغي هذك يجي سخف هذا المكان و التزيين من الفوق شتو هذو حبيت اللوز والوردة ركبتم غير شوكولة سما ندير شوكولة ونرقب اللوز والوردة اختياري وقال هذا النوع الثاني شوفوا بهذك الكريمة نخدمناها نديرو طبقة مليحة وفي الواسطة نديرو شوي كراميل وشوية لحة حلوة الترك نديرو غير الكراميل نديرو غير الكراميل كما تحب ما تديرو لحلوة الترك لكراميل نديرو غير هذي كلموس على الشامية اللي خدمناها ونكملو كامل الكمية نديرو طبقة مليحة هاكذا ونبعد نجيبو شوية كراميل نديروه في الواسط مع الكراميل جا تتهب يعني الصحة عجبتني مع الكراميل جا تتخف ونحطو حبة فوق حبة ونعدلو على الحواشي نديرو جيدار وشوية كراميل وشوية شامية اختيارية اختيارية لحب ما تديروه نعدلو على الحواشي هاكذا حسنا نكملو كامل الكمية اللي لدينا نديروش نديروش نعودو على الحواشي لدي لهنة عرف من الشيكولة خاطر الفيجي كاوبرينة مغرفة زيت وحوالي مغرفة من الكوكيو مقلي ومرحي لا يكون خشين وشركيخ نأكد لكم على هذه النقطة نرى هذه النقطة ونضع في الكنجلاتور ونضع ملعانة نضع ملعانة كامل نضع ملعانة كمسكة نضع ملعانة ونذهب للتزيين نضع جادة ونضع خطط ونضع خطط ونضع خطط كون نضع نكخين نضع خطط ونضع خطط ونضع فوق خطط هذه هي الوضع الخطوة من خلال الناكخ لا تضيف ملوح لا تضيف ملوح لا تضيف ملوح لا تضيف ملوح من خلال الناكخ لنضيف ملوح دائما دايما الابنت نقولكم التزيين اختياري ما تتقيدوش بوش ندير انا ولا يعني اسمه الوحد وش موجود هذا ما كان وفي الاخر الابنت تشكلوشوفو كيف جاء ان شاء الله يعجبكم وان شاء الله تجربوه وتبعتو لتطبيقاتكم وفي الاخر ما بقاني نقولكم غير بقاوه على خير متلقون ان شاء الله في وصفة جديدة دعواتكم ومما بشفى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام